السلام عليكم يا شباب قبل كل شيء اضغط لايك لفيديو اذا لم تكن اشترك القناة اشترك القناة اليوم جايب لكم افضل تطبيق خلفيات حية هذا التطبيق يحتوي على الاف الخلفيات الحية او الخلفيات ثري دي خلفيات فور دي متحركة جدا احترافية يعني كل ما تحرك يتحرك جوالك يتفاعل مع حركة حركة الجوال الناس من يشوفون راح باستعرض لكم خلفيات اللي في هذا التطبيق راح باستعرض لكم عدد قليل من الخلفيات انا حمز حدد قليل فرح باستعرض لكم فاذا عجبك هذا الخلفيات تحمل التطبيق من رابط اسفل الفيديو فيلا نبدأ باستعراض الخلفيات هذا خلفية الاول نش ميشوفون خلفية متحركة ثري دي جدا احترافية خلفية انمي الحين نروح للخلفية الثانية هذا خلفية الثانية نش ميشوفون خلفية يعني متحركة جدا احترافية خلفية المي اذا بالكبية. ننتقل إلى الخلفية الثالثة. هنا الخلفية الثالثة. خلفية جدا احترافية احترافية الشيخ الخرافي يعني الخلفية هاتف 게요. جدا احترافية. ننتقل لل romート الخلفية الرابعة. هنا الخلفية جدا احترافية. مع التحركة whiteboard بتحركة تحريك الصحابة. فقط هذا هو التطبيق يعني التطبيق يحتوي على آلاف الخلفيات مثل هذا الخلفيات فالحين طريقة تحميل التطبيق جدا سهل بس تدخل عرابط بأسفل الفيديو في الوصف بعد ما تدخل عرابط بوديك الصفحات علانية تتخطى العلانات وبفتح لك موقع التحميل وتحميل التطبيق بالطريقة العديد بعد تحميل وتحميل التطبيق تفتح التطبيق طبعا بتحصلها بهذا الواجهة واجهة جدا رسيطة عندك هنا أصناف أو أقسام يعني كل قسم يحتوي على عدد من خلفيات 3D أو 4D المتحرك اختار القسم اللي تريد مثلا قسم أبطال خارقون أو قسم حيوانات أو قسم مثلا enemy فقط اضغط على القسم اللي تريد مثلا enemy بعد ما تضغط على enemy عندك هنا خلفيات enemy طبعا الخلفيات اللي مجانية بتحصل كلمة free فري كلمة free فقط تضغط على الخلفية اللي تريد تضغط عليه مرة ثانية وتشوف فيديو علان بعد ما تشوف الفيديو يضغط على أوكي يتم إضافتها كخلفية جهازك طبعا خلفيات كثيرة كلها عن enemy وكل شيء يعني خلفيات جدا احترافية مثلا الخلفيات اللي حملتها راح بتحصلها في القسم الأول هذا الزر فقط تضغط عليه بتحصل الخلفيات اللي حملتها الناس بتشوف انا عملت تقريبا خمس خلفيات بس تضغط على الخلفية اللي تريد تضيفها في جهازك أضغط عليه أضغط عليه مرة ثانية أضغط عليه مرة ثالث اضغط على اوكي ويتم اضافتها كخلفية جهازك شوفوا تم اضافتها كخلفية جهازك وبس هذا التطبيق يعني فيها كثير خلفيات 3D متحركة او 4D احترافية للجهاز وبس اجعله كل مقطع اضغط لاك لفيديو اذا ما قد من اشتراف القناة اشتراف القناة وارفع الزر جهاز مع السلام